السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اعزائي الطلبة وطلاب الصف السادس الابتدائي اهلا وسهلا بكم بنكمل مع بعض مراجعة اللي احنا بنعمل على منهج العلوم في الترم الاول احنا في الفيديوهات القبل كده رجعنا على الوحدة الاولى والتانية والتالتة النهاردة ان شاء الله بنرجع على الوحدة الاخيرة بتاعتنا اللي هي الوحدة الرابعة السؤال اللي بيقول لي اختر الاجابة الصحيحة يبلغ عدد الاعصاب المخية نقط زوجا طبعا اتناشر المادة الرمادية بالحبل الشوكة على شكل حرف اتش المخيخ مسؤول عن طبعا المخيخ مسؤول عن توازن الجسم من مكونات جسم الخلية العصبية طبعا التفرعات الشجيرية يتحكم نقط في الافعال المنعكسة الحبل الشوكي اكتب مصطلح العلمي استجابة القيام الجسم نحو المؤثرات المختلفة طبعا ده الفعل المنعكس جزء من الجهاز العصب مسؤول عن الافعال المنعكسة طبعا ده الحبل الشوكي وحدة بناء الجهاز العصبي طبعا ده خلية عصبية عضو يصل المخ بالحبل الشوكي مسؤول عن العمليات اللا إرادية ده النخاع المستطيل عضو يتكاوم من مادة رمضية داخلية على شكل حرف يحيط بها مادة بيضاء طبعا ده الحبل الشوكي حدد موضع الأجزاء التالية بجسم الإنسان طبعا المخيه ضوت بيقع أسفل النصفين القرويين من الجهة طبعا الخلفية الحبل الشوكي داخل فقرات العمود الفقاري النصفين القرويين طبعا دول بيقعان أعلى المخيخ داخل الجمجمة النخاع المستطيل طبعا ده بيقع أسفل المخيخ أذكر أهمية كل من النخاع المستطيل طبعا مسؤول عن العمليات اللا إرادية مثل ضربات القلب الحبل الشوكي مسؤول عن الأفعال المنعكسة الجمجمة طبعا وظيفتها حماية المخ المخيخ طبعا مسؤول عن حفظ توازن الجسم النصفين القرويين مسؤولين عن العمليات الإرادية ماذا يحدث عند الإفراد في الجلوس أمام الكمبيوتر طبعا إرهاق أعضاء الحس تعرض إسباعك لو أغز شوكة شوكة نبات طبعا سحب اليد بسرعة بسبب الفعل المنعكس التعرض المستمر لهواء ملوث بدخان المصانع طبعا يؤثر سلبيا على الجهاز العصبي اقتراب جسم خارجي من العين فجأة طبعا غلق العين بسبب الفعل المنعكس عال لكل ممياتي إصابة النخاع المستطيل تؤدي إلى الوفاة ليه؟ إصابة النخاع المستطيل بتؤدي للوفاة طبعا لأنه مسؤول عن العمليات اللا إرادية مثل ضربات القلب يقع المخ داخل الجمجمة ويمتد الحبل الشوكد خلال العمود الفقري طبعا لحماية المخ والحبل الشوكد يلزم عدم تناول الإفراط الأقراص المنومة إلا بوصف من الطبيب لأنها تؤثر على فترات النوم وزيادة ضربات القلب وتوتر عصبي يعني بتأثر سلبيا على الجهاز العصبي سرعة سحب اليد عندها ملمساتها جسما ساخنا فجأا طبعا بسبب الفعل المنعكس سؤالي اللي بعد كده اكتب مصطلح العلمي الهيكل الذي يضم الجمجمة والعمود الفقاري والقفز الصدري طبعا ده الهيكل المحوري محور الهيكل العظم الجسم الإنسان طبعا ده العمود الفقاري الهيكل الذي يضم الطرفين طبعا ده الهيكل الطرفي موضع اعتصال طرفية عظمتين طبعا ده المفاصل حدد نوع المفاصل الهاتية مفصل الركبة طبعا ده من المفاصل محدودة الحركة مفصل المرفق مفصل المرفق دوت برضو من المفاصل محدودة الحركة مفصل الكتف من المفاصل واسعة الحركة ماذا يحدث إذا كان مفصل الفغز محدود الحركة طبعا لو مفصل الفغز محدود الحركة هيؤدي طبعا إلى أنه يتحرك في اتجاه واحد فقط ده علامة صح أو خطأ يتكون الهيكل الطرفي السفلي من العدود وعظمات الساعد وعظام اليد طبعا غلط مفصل الرجبة واسع الحركة طبعا غلط مفصل الكتف من المفاصل السابقة طبعا غلط المفاصل تربط العذام بالعضلات طبعا ده غلط طبعا لو جي بيقول لي صحوب يتكون الهيكل هنا ده هيبقى دوة بدل السفلي العلوي مفصل الرجبة واسع هيبقى طبعا هنا ده محدود مفصل الكتف من المفاصل السابقة的 الحركة لا هيبقى واسعة الحركة المفاصل تربط العذام بالعضلات لا المفاصل تقابل العذام ببعضها الأناكن بتتقابل فيها طبعا العذام السؤال اللي بعد كده يحاط نقط بغلاف دهني طبعا هيكون محور الخلية العصبية الفعل المنعكس يتم فيه هيبقى الحبل الشوكي المفصل هو موضع اتصال طرفي عزمتي مفاصل الجنجمة عادي متى الحرقة عاديمة يعني سابتة اكتب مستلح العلمي واحدة بناء الجهاز العصبي طبعا دي خلية عصبية عضو يتكاوم من مادة رمضية على شكل حرف اتش طبعا ده هيكون حبل شوكي استجابة القوية من الجسم نحو المؤثرات المختلفة طبعا ده هيكون فعل منعكس الهيكل الذي يضم الطرفين العلويين طبعا ده الهيكل الطرفي حدد موضع العجزات التالية النخاء المستطيل طبعا ده هيكون اسفل المخيخ مادة رمضية على شكل حرف اتش داخل الحبل الشوكي ده المادة الداخلية بتاعت الحبل الشوكي المخيخ طبعا بيكون اسفل النصفين القرويين الحبل الشوكي طبعا ده هيكون داخل العمود الفقالي اذكر عمية كل مما يأتي المخيخ طبعا مسؤول عن حفظ توازن الجسم المفاصل تسمح بالحركة بين العظام النصفان القرويين العمليات طبعا الإرادية القفص الصدري حماية القلب والرئتين عالل سرعة سحب اليد عند ملامستها لشوكة نبات فجأة بسبب طبعا الفعل المنعكس إصابة النخاء المسؤول تؤدي للوفاء لأنه مسؤول عن العمليات اللا إرادية مسؤول عن العمليات اللا إرادية كده نكون خلصنا المراجعة بتاعتنا النهاردة وإن شاء الله بإذن الله تعالى تكونوا استفدتوا من المراجعات اللي احنا عملناها على المنهج بتاعت الترمي الأول ونشوفكم إن شاء الله في فيديوهات قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته